من داخل معهد العالم العربي في باريس هذا المعهد الأنشأ في الثمانينات جئت إلى هنا لكي أتابع هذا العمل والأنشطة والفعاليات فكان مغلقا إلا من هذا المعرض دخلت إلى هنا فوجدت هذا الاحتفال وهذه الحفاوة بالفن المصري القديم إلا أبهر العالم ووصل صداه هنا إلى باريس يعني كما نرى في هذا المدخل هذه السطارة هذه الصور للفنانات العظيمات أم كلسوم وأسمهان بديع مصبني أعتقد أنه الملتقى الأساسي للفن والفنانيين من كل مكان في العالم هو الفن المصري أنا سعيد جدا هدخل دلوقتي أشوف هذا المعرض اللي الفرنسيين بيحتفوا ويحتفلوا فيه بالصوت المصري الفن المصري يصل إلى أسماع العالم من هنا دعونا نشوف مع بعض ونتحرك إلى داخل هذا المعرض وبتكلم على الموسيقى وتكلم على الخناء يعني حتى في بداية المدخل لقطة من القاهرة والقاهرة القديمة القاهرة في التلاتينات والعشرينات ومتره لم يكن العالم يعني بيعرف هذا المشهد وهذه الصورة المصريين الحياة في مصر دي موجودة في مدخل زي ما حضر لكم شايفين فيديو شغال على طول لمصر في التلاتينات والعشرينات والشعب المصري الأناقة النظافة المترو العربيات يعني دي القاهرة دي القاهرة اللي احنا افتقدناها ودي المشاهد اللي احنا افتقدناها لكن انا اعتقد انه فقط فكرة ان احنا نحتفي بيها بالتأكيد بالتأكيد هتخلينا نحن ونستدعي من الماضي ما يؤكد ان احنا نقدر نطلع قدام مش عايز يعني اطول في الكلام لكن انا منباهر بان ده في باريس انا دلوقتي في معهد العالم العربي في باريس بشوف وبتابع ازاي بيحتفلوا ويحتفوا به الفن المصري خلينا نروح للقطات يعني من السينما المصرية القديمة وهنا خلينا نشوف مع بعض برضو ده لقطة من فيلم مصري قديم اهو ودي القاهرة بنفس القصة شكل القاهرة وشكل الشوارع وشكل نفس القصة هنا بقى دي يعني منير المهدية بيحتفوا بمنير المهدية بعد الشاك دي منير المهدية وجايبين تاريخ وي سيفي سريعا من منير المهدية باللغة الفرنسية وجايبين لقطات من المصرح ولقطات من المجلة المصرح وكان منير المهدية يعني وما ادراك عمام منير المهدية في ذاق الزمان نجمة هذا الزمان احتفاء بيها وزا ما احنا شايفين حطين صورة مكبرة لمونيرة المهدية وبعض من قصة الصحف والمجلات القديمة اللي بقالها يعني أعز أقول مش أقل من قرن من الزمان يعني مونيرة المهدية اللي اتولدت 1885 وعاشت حتى 1965 ويجابين مختطفات من حوار تم إجراءه معها في التلفزيون المصري قبل أن يعني ترحل في عام 1965 برضو قدامي شايف بديع مصبني بديع مصبني في ركن آخر من أركان هذا المتحف اللي اتولدت 1892 وعاشت حتى 1974 ومجموعة من أغلفة مجلة الكواكب الشهيرة وبعض ما كتب عن بديع مصبني ويكلم في المجلة ويجابين قصات من المجلة بشكل رائع جدا يعني كيف استطاع الفرنسيون إن هما ينقبوا في تاريخنا الفني والوصول لهذا ببساطة شريع جدا وجابين أغاني أهي بديع مصبني بتغني بصوت يعني رقيق رشيق بيعكس زك الزمان هذا الزمن الجميل زمن الفن الجميل أنا بشوف بعض منه في باريس يعني أنا الفن أعتقد أنه صوت الفن أقوى من صوت السياسي خليني بس بان لحضراتكم عشان يعني مرغيش كتير والأدامي ده دي روزا ليوسف الله 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 روزا ليوسف مجلة روزا ليوسف اللي احنا ملوها دي 1898 ل1958 هذه المجلة الأعرق في المنطقة هذه المجلة اللي كانت صوت المعارضة صوت الناس صوت الشعب شايفين يعني هذه غلاف المجلة وأحد رسوم الكريكاتير بتكلم على حريط صحافة بهذا الشكل ونسين باشا والمصرفان دي بيتنقروا مع بعض بشكل ودي صورة الصحافة إن هي كانت ساعتها في حالة يعني اختناخ شديد والمصرفان دي بيكلم نسين باشا بيقول له يعني إلحقها وقبل ما تموت يعني ده الكلام ده يا جماعة يعني كان المجلة قدامي مع 10 مليمات 8 مجلة 10 مليمات كان لعدة 353 أنا مش شاف قوي بس يعني ده غلاف روزا ليوسف روزا ليوسف ودي غلاف تاني روزا ليوسف برضو بيتكلم على عنوانه قرارة الطريق أنا يعني مش عايز أخش في تفاصيل كتير لكن أدي روزا ليوسف المجلة روزا ليوسف السيدة روزا ليوسف المفكرة روزا ليوسف اللي الفرنسيين بيحتفوا ويحتفلوا بالفن والصحافة الصحافة المصرية من 1898 يعني ده كان 98 قبل بعد الحمر للفرنسية بشوية يعني أعتقد بعدين فيه تاني بهيجة حافظ بهيجة حافظ اللي تولد 1908 وعاشت لغاية 1983 بهيجة حافظ برضو مجلة الكواكب غلاف مجلة الكواكب الفنانة الجميلة بهيجة حافظ وبرضو كانت الكواكب كانت ساعتها ب20 مليم لما كانت هي نجمة غلاف مجلة الكواكب خمسة مليمات العدد سبعة الاثنين تسع مايو 1932 1932 كان عندنا مجلة اسمها الكواكب كان عندنا نجمة اسمها بهيجة حافظ كانت على غلاف المجلة بهذا الجمال وهذا الرقي طبعا كانت الصحافة الساخرة تكلم على بهيجة حافظ ويعني أنا هقرى هذا الكلام كله أكتب عنه بعدين بس أنا سريعا المجلات والصحافة الفرنسية كانت بتكلم على واحدة بحجم بهيجة حافظ بديعة مصابني روزة اليوسف أم كلسوم أسمهان أنا في حالة نشوة شديدة وأجاب شديد مما أراه في هذا المتحف يعني حتى اللقاطات من الفيديو اللقاطات من الأصوات الموسيقية الرائعة بتفكرنا بزمن الفن الجميل هل يعود زمن الفن الجميل؟ أعتقد أنه يعني يمكن أن يعود ويمكن أن يكون صدى للمجتمع اللي بيبحث عن رئة فنية جديدة خليني أقول للمصريين وأقول العرب أن هنا في باريس صوت مصري وهذا الصوت تم التفتيش عنه في أعماق أعماق التاريخ عشان يطل عندنا فن راقي الفرنسيين بيحتفلوا به ألم يعني يجب علينا أو الأوجب علينا أن نحتفل ونحتفي بمثل هذا القدر من الرقي الشديد في التعامل مع أسماء فنانات مصريات أسماء